فرق بين العبقرية والغباء انه العبقرية الى حدود واوقات صنعين الالعاب كتير بينبسطوا انه افكارهم عبقرية لدرجة بينسوا يطبقون مثل الخلق وبيصدرون لنا الالعاب فكرتها بتسطيل وبتحمس بس بس بلش تلعبها بتحس حالك مغبون اكتر من لما الدكان جاي يقول لك خدشي بالبيئة ما معي صرافي كان عم يخشخش الجرور موضوع الحلقة اليوم عن هالالعاب بالذات وراح اخدكن جولة بتاريخ عالم الالعاب لنشوف كيف كان فيكون لو ما كان شركة يحرقوا افكار جديد كان فيهم يتحولوا لعالم لحالو عالم الالعاب كتير بيستوحي من السقاف العامة ليتطور وكتير عوالم من كتب ومجلات وفلومة منشوفها تحولت على عالم الالعاب بنجاح مثلا الباتل الريال فكرتها بلشت بكتاب رداد الريدمشن مرتكزة ع افلام الوسترن مافيا مرتكزة ع المافيات الايطالية اللي منشوفها بالفلومة بس في لعبة شايفت شي بعالم الافلام منضلنا نشوفه بس ولي بحياتنا فكرنا انه فيكون لعبة وقررت هي الترشمه ولفهمكم شو شافيت مظبوط رح نرجع سوا ع اول فيلم باتمان ده دارك نايت باول هالفيلم منشوف عملية سطو على بانك وبهالعملية منشوف الحرمية صاروا عم بصفوا بعض واحد ورد تاني ليتقاصموا الغنيمة بعدد اقل وبالاخر يبقى واحد واقف وهو الجوكر وبياخد كل شي فكروا اصحاب الشركة انه يعملوا لعبة بتبليش فيها انت مع مجبوعة من اصحابك او من عالم انلاين وبتسطع محل بتجمعوا مصاري منه وبتفلو اذا بتفلو سطا بتتقاصموا كلكم المصاري بالنص وكلكم بتجمعوا زي عدد النقاط اما اذا متت قبل ما توصل على الاخر ساعتها بيروحوا كل مصرياتك وهن بيقسموا بين بعض وانت بتخسل كل النقاط طبعها الجولة الهدف من اللعبة انك تجمع اكبر عدد نقاط ممكن لو تعمل هالشي بدك جمع اكبر عدد مصاري ممكن بس اكيدة فيه تويست وهالتويست هي شفناها بالفيل فيك بدل ما تقسم معهن تروح تقسم مصرياتك بالنص مع الشوفير وتهرب انت وياه وساعتها بيبقوا البقية على الطريق ناطرين الشوفير اللي بعده وهن اذا كانوا ستة رح يقسموا كل شي بالستة طالما انت قسمتوا بالنص بس وحيطلع قلما انت جمعت وساعتها مضطرين هن يعملوا بعد شي ليكونوا هنى عنده النقاط الاكتر وهالشي فيكون انو يقتلوا بعض وكل ما تقتل واحد تاخد له مصرياته كلها بس كل ما تكبر ساروتك كل ما يصير لعيني عليك اكبر وسيبدي يقتلوك اكتر عالم كمال يخدوها هنى كمان اذا جمعت ساروتك بانك قتلت العالم هول العالم رح يتحول الى شرطة ورح يحطوك براسهم فكانت الفكرة بتعقد وبدك تعرف اي ساعة تخوني معك واي ساعة تضبط وضعك لانو هتلعب معهم كزا جولة والهدف تجمع اكبر عدد مصارى بكزا جولة هالفكرة وجدت بلاعبة كين اند لينش وكانت كطريقة لعب مختلفة عن طريقة الاساسية وفيك تفوت عليها من الاركايد وفشلت لسبب بسيط لعبة تلاعب فرست برسن شوتر لا يوجد تسيب فيها لعيان لا يوجد شيء من المنطق ولا يعترف بقوانين الفيزياء ولا يوجد شيء ما تدروس فيها بالقواس والرشاش فيها تحسه عشوائي ويمين وشمال وبتعرف اي ساعب اوز شمال اي ساعب اوز شمال اي ساعب اوز جالس وصاعة بلقت وصاعة لا الحركة فيها كانت غريبة وكل لعبعدها كانت زبالة فراحت هاللعبة وفكرتها على مسبلة التاريخ من بعدها هالليستا عنا لعبة The Quiet Man وبهاللعبة انت بتكون عم تلعب بشخصية طرسة طرش حياتهم شو صعبة خمس سوانة ما بينحملها الصوت هيك بشي نسمع بس تقول وديسكور The Quiet Man تختك عقل براس زلمة ما بيسمع وهيدي فكرة كتير غريبة وفريدة من نوعها انه بعرف انه بتضطها بيطلع معك ناس ما بتسمع بس تلعب انت بشخص ما بيسمع هيدا اول مرة بشوفها ومن الاعلان بتصير تتخيل انه كيف رح يخلوك تشوف شو عم بصير وتفهم بصريا شو لازم تعمل وبتصير تحلل انه اي عوامل نظرية رح يستعمله ليفلتولك نظرك كيف رح يخلو ضعفه بالسمع للشخصية الاساسية تأثر على لعبك بطريقة تسلي وتكون تحدي مش تكون عب 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 كل الوقت وطدرت للعبة وطريعة الزلمة اطرش بس بيقرب دماغه لانه حاطين لك ترجع ما تسمع شو عم بيقوله والحلو انه ما انه مفهوم شي من شي ولا بتعرف حالك وان وشو بدك تعمل لانه ما جربوا يعملوها بتسلي وما جربوا يخلوها تنفهم للعبة اذا عم تلعبها اطرش وعملوا لعبة عادية وطرشوك يعني عملوا ميوت لأصوات كلها ونزعوا صوت كلها شي فيها بس اذا ربحتها بيصير فيك تعيدة مع اصوات طبيعية وتجرب تفهم القصة واصلا قصة مش ركبية بعضها حتى انت وعم تسمع فبدل ما يستغلوا قصة الترش ليعملوا عوام اللعب بتسلي وفريدي من نوعه راحو عاملوا لعبة خبيت سوبر عادية وقصة كتير ضعيفة بس عاملوا ميوت للعبة تخيلوا معي لعبة بتتعلم تصرفاتك وبتعلمهم للأعداء اللي بوجك كل ما انت تعمل شي اسكى كل ما الاعداء اللي بوجك يتعلموه مثلك ويصيروهن كمان اسكى كل ما تتحرك بتخفي بيطلعوا ضدك كيف هم تتحرك وبيتحركوا مثلك ليكونوا متخفين عنك يعني هاللعبة اذا انت عم تلعبها مع الوقت بتعملك شخصية هي نسخة من لعبك والبلاي ستايل طبعك وبتلعبوا ضدك واو تخيلوا حدا ياخد هالفكرة ويحطها على الارض ويأرفس ويشك ايه مظبوط هالفكرة اللي بتسوى ملايين دولارات هدا عامل هيك فيها من الاول رح قلكن من بعد ما فشل بانه يطبق هالفكرة المجنونة سكرت شركته على كعبة لانه اصلا ما خرجوا ان يعملوا علعاب ازايك فكرة ما عارفوا طبقه بطريقة حلوة شركة الترو الترو في 2017 علنوا عن لعبة اكو لعبة مثل ما خبرتكن كتتعلم منك وفرجوا تريلر في نسخات عنك عم بيقلدوك ويقتلوك بطرق مختلف الحلو انه اللي بتعلموه منك هو انه يفتحوا بواب ينطفوا قصص يقوسوا اذا متقوث لأ اذا لأ ويقتلوا عن قريب اذا قتلت عن قريب ها هي ما في تفاصيل ولا زكا ولا انه بيسلحبوا عليك ولا شي ولا شي ومش عم يتعلموا شي منك بس انت تعمل شي اني صار فيوني يعملوه ها هي واو شهال اي اي الادابتف واصلا انجأ فيك تعمل قصص بكل بساطة فكروا يبيعوا لعب على ظهر فكرة بلا ما يعملوا لعبة من ولاي الشي سكرت شركتهم في 2017 عند اصدار للعبة ناكست على هالليستا عنا لعبة قدرت واخيرا كسرت القالب وعملت تقدم بعالم الالعاب كتير كبير وهالتقدم كان النار اللي بتتفاعل واقعيا عادة بالالعاب بس تولع شغلة بتولع بطريقة برمجة ياب تولعب اقصام ياب تهب كلها سوا والنار دايما ما كانت واقعية بس شخص ارتقى انه النار فيها تكون لعبة لحاله اذا عملها واقعية كفاية وقرر يعمل لعبة Alone in the Dark ويخلي النار فيها تكون عنصر اساسي باللعب وبدك توصل النار لمناطق معينة لتكسرها او تطف النار بمحلات معينة لتقطع واللعبة بتدور حوالها البوزلز المعمولين من النار للأسف اللعبة كانت زبالة والبوزلز ما في ابيخ منهم لانه قده 3 ربع وقت البرمجة عم ببرمجة النار وكيف بدأت تتفاعل النار ونسي يعملوا لعبة من وقت النار صارت واقعية بكذا لعبة وصارت موجودة بكذا لعبة بس ولا واحد رجعت استعملتها بقلب بوزل والأحد بيبلش أسبوع جديد الأحد باللال رح يكون موعد لشي تاني كمان وهو استقبال الخلفيات بمسابقة الخلفيات اذا بعد الهل ما بتعرف عن شو عم بحكة واي مسابقة بعتقدت ستوليت تلحق تعمل شي بيومات واذا كنت عم تشتغل عشي لازم تخلصوا بسرعة لنهار الأحد لأنهار الأحد اخر نهار هستلم في خلفيات اكيد كل شي تعديلات وزيادات فيك تقدمهم بعدان بس مهم هلأ تقدم شي لنهار الأحد اذا بدك توصل لمرحلة التصويت ومن وصل لآخر اللعبة على هالليستا وهذه اللعبة قررت تكون غير عن كل الألعاب اللي منعرفها ما فيه ولا لعبة بالعالم تلعبها ما بتموت فيها إلا بوكيمون بوكيمون طبعا بيموت بس بالنهاية شي بيموت له علاقة فيك وهذا الشي بسبب انه تخلص اللعبة وبدك تعيد أما شركة ريباليين ديفلوبمينس قرروا يطلعوا منها القانون الموجود بكل الألعاب وقالوا انه ليش بار تموت ما بدنا هيك تموت ورح نعمل اللعبة ما بتموت فيها ومن هون جماعا فكرة لعبة نيفر داد وأكيد مثل ما قلنا قبل البطل ما بيموت فيها بس أكيد لعبة ريح تقتش فيها بلا حدا يتعاطى معك ما كتير راح تسلي فكيم بدون شي لا يبطأك فهذا البطل بدل ما يموت صار بيتقتش يعني إذا قواصوك بإيدك بتروح لو قواصوك برأسك بيتل رأسك وبصير عم يتقلب وساعتا انت صرت بس رأس على الحل وما عندك بقى ايدان وقجران فكرة كتير ذكية لا يضعفوك إذا عم تنقذي بدل ما تموت وكمان ليفوتوا أساليب لعب ذكية وجديدة من وراء انه شخصيتك ما بتموت يعني صرفك تستعمل رأسك لحاله لو تخلص كذا بوزل باللعبة فكرة كتير حلوة وكتير ذكية ومطبقة على لعب بشكل حلوى ومبين بوليشت لقواصفية تمام لقصة مش عاطلة ومتل ما قلت مستعملين أساليب ذكية كونك ما بتموت بس فجلة اللعبة بمحال واحد بسيط وصغير فكرة كل الوقت تجمع حالك لأن شخصيتك تطير إيدها من ضربة وحدة أو رأسها من كف أو إذا نسميت نسميت هوا عوية زيادة عن الزوم تطير إجرك وتصير ثلاثة رباعة الوقت راكد وراء حالك وتجرب تجمع حالك ولكن لا تفكر أنه بس بدك تفرض لتصير ما تلعب لا إذا طارت إيدك اليمين ما بقوا معك فرد وتقول زالما عايش حياته لا يموت ليس مدرب ما يقوص بإيده الشمال لا لا يقوص بإيده الشمال لكن انتبه إذا تنبيح عائدك اليمين ما يقوصوك بإجرك لأن إصدار إجرك تصير تنطع إجر واحدة وتبطأ كثيرا وتعطي أقعاد جمع وتقطع جمع وتقطع وتقطع الشمال وتقطع الشمال لماذا لم تكن أنت وهذه الخمس ثواني المجموعة فيها قواصة ضربة كفية لتقتل الموجودين وتنقل على مرحلة الثانية هذه اللعبة ليست لعبة وهي فحص لقدر التحمل قبل ما كسر الدنيا وقوم أعمل فيديو عن إديها اللعبة روحة فرصة رائعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة